السلام عليكم يا شباب ازايكم? عامليني واهلا بيكم في حلقة جديدة من محاكي حراس الحدود. قبل ما نبدأ عايزين نصلى على النبي عليها افضل السلام وتنزل حالا. تحط لي بقى لايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل فيديو دا جدعان لأكبر عدد من اللايقات. ويلا بينا. جدعان ورجعنا تاني للنقطة بتاعتنا ويلا بينا نكمل شغل ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت دخلنا شابطة جديد اسمه الحرب واكيد لوحة الامر كلها تغيرت. فخلونا بقى نبص ايه المطلوب مننا. اول حاجة بيقول لي ان في وصائق مزورة الناس هتدخل بيها ولازم اشيك عليها واحدة واحدة. ونقارن المستندات بتاعتها اللي داخل مع المستندات اللي معانا. وفي علامات على البسبور لازم تكون مظبوطة مع الورق اللي معانا يعني. فكل ده هنشوفه دلوقتي. عندنا طبعا قيمة مهربين مش هرجحها بقى خلاص. احنا ان شاء الله كده كده هنكشفهم من غير ما الراجع المطلوب. وعندنا هنا حاجة جديدة بيقول هنا ان المواطنين للمنطقة اسمه البركة لازم يكون معهم تصريح دخول مكتوف فيه ان هما دخلين للجوء. يعني مش هينفع اي حاجة تانية. يعني مش هينفع ترانزيت. مش هينفع آآ داخل للشغل. وطبعا قيمة الوضاع لسه معانا زي ما هي. ولو اي حاجة بايزة في العربية هنسجلها. ولو اي حاجة في الرخصة مش مزبوطة. صاحبها مش هيخش. وطبعا المستندات المزورة هنكشف عليها. طيب خلونا كده نستلم اول واحد على باشا تفضل. عايزين نركز بقى النهاردة تركيز من نار يا كده عشان ما نعديش اي حد كده بتسهول. افضل يا باشا. اكيد الراجل ده معه ضعه. خلونا نشغل كشفاتنا. ونجهز حالنا. قتلك كده الورق. ونزلي بقى كده بعد اذنك. عشان ما تاخدش العربية وتخلع. خلونا نشوف معه ايه? معه حيوانات. خلونا نبص عليها. مش تماثيل بتتحرك. نزلي كده بقى كل الكلام ده. لأ ما تتكلمش كتير بقى. ما تتكلمش كتير بعد اذنك. معه فرخ. في حاجة هنا مفيش حاجة هنا. خلونا كده نشايك على البضاعة اللي معها بسرعة. ونشوف مزبوطة ولا لأ. معها معها ومعها تلات فرخات. اتوقع مش مهرب فيهم حاجة يعني. رجع لي بعد اذنك كل حاجة العربية تاني. ونشايك بقى واحدة واحدة العربية ونشوف الرجل ده اذا كان مهرب ولا لأ. وطبعا اكيد هنبص على المستندات بتاعت كلها ونشوف مزورة برضو ولا لأ. خلونا كده نبص واحدة واحدة. لحد الوقت ما فيش حاجة نبص كده في الكابينة. هنا. مفيش فى التابلو. مفيش حاجة فى الكراسي مفيش حاجة فى الشماسة. خلونا نبص على المطور. المطور مفوش حاجة الملائيات موجودة الكويتش سليم خلونا كده نبص على الرخصة اربعة سبعة واحد اتنين تمام مظبوطة الكشفات كلها سليمة الجنب بتاع المطور ده مظبوط مظبوط الكويتش ده سليم الرجل ده شكله مش مهرب على فكرة طيب خلونا كده نشوف ورقه بسرعة ونبص عليه ونراجع كده قائمة البضاعة قائمة البضاعة معاه معزة ومعاه تلات فرخات قائمة البضاعة سليمة اسمه ايه بقى جبران جازلي القوة دي للأسف مش شغالة معايا انا مانمتش كويس بسبب الاحداث اللي حصلت المرة اللي فاتت اسمه جبران جازلي او جبران غزالي او اسمه كده يعني عموما طيب اسمه في الباسبور تمام اسمه في الرخصة تمام واسمه في قيمة البضاعة جبران غزالي بسبب ان القوة دي مش موجودة للأسف هنضع وقت كبير قوي في ان احنا نشاك على الاسم طيب ورقم الباسبور زيرو اس تسعة زد زيرو اس تسعة زد خمسة ستة زيرو اتش خمسة ستة زيرو اتش العلامة اللي بيتكلم عنها موجودة هنا يا جدعانة هي مفروض تصريح الدخول مكتوب في انه هو داخل وهو من حتة اسمها البركة تمام يعني الراجل ده مش هيخش لازم يكون مكتوب انه هو داخل للجوء كده اولا مش هيخش صورته في الباسبور هو نفس السحنة نفس السحنة بالزبط طيب الحتة بقى بتاعت الباسبور اللي بيتكلم عنها دي ازا كان الباسبور مزور ولا لأ هي المفروض ان هي اضافت هنا معنا خلفية بتاعت الورق مش عارف ازاي خلونا كده نبص على الدفاتر اللي معنا ونشوف الموضوع ده بيتم ازاي تمام هو المفروض ان العلامة دي زي العلامة اللي عندنا بالزبط اللي موجودة هنا في الدفاتر بس في حاجة هنا مش فاهمها سواني كده هي دي الرخصة صح كأن فيها ورق شجر هنا هي الرخصة هنا نفس القصة ولا ايه طيب خلونا كده نرفض الراجل ده ونشوف تفتشنا صح ولا لأ فاضل حاجة تانية نشاك عليها للوزن بتاع العربية بننسى كل مرة الحوردة اربعة تلاف ستمية وخمستاشر هي بتشيل لحد كام ستة الاف متين وتلاتين كيلو طيب يعني الوزن كده مصبوط للأسف يا باشا انت مش هتخش زبط لورقك وبقى تعلن تاني ان شاء الله يعني طيب ماشي هيكناش على التاريخ للاسف ماشي هاتلي اللي بعده احنا معنا كم واحد معنا اتنين بس ماشي الرجل ده معه ابضع نزل لي كده البضاع دي بعد اذنك الاول تعال تعال تعالى تعالى حبيبها اللي بتتكلم انت طيب كسبنا امتين دولار والله ادي اول واحد استفتحنا بامتين دولار ويس نزل لي بقى الحاجة دي بعد اذنك كده عشان شكلك مهرب باين على شكلك يعني وعمل لي فيها راجل كبير وانت جسم الجسم شاب اصلا يعني الراجل ده شكله مهرب باين عليه ماشي خلونا كده نشاكل الحاجات اللي موجودة هنا وانا ظلامته ثواني كده نشاكل على الشنطة نشاكل الحاجات دي ايه ده ده مهرب يا جدعان والله عايزين بص حاطة ايه هنا في الشنطة اول مرة من ساعة ما بدأت الغاد دلوقتي اشوف حد مهرب حاجة في الشنطة دي اللي هي الشنطة الشخصية يعني طب باشا تعالى بتفضل يلا اول واحد استفتحنا به النهاردة في السجن برضو تفضل باشا تتكلمش كتير بالله عليك خش معالي نوارة السجن صباح اللي فل عم اسماعيل انا هسمي عم اسماعيل سيباك بقى ميزكوفيتش والكلام ده عم اسماعيل خلي بالك من الودة عشان الوقت ده مهرب خلونا كده نفتش بقى العربية كلها ونشوف ايه اللي موجود فيها واحدة واحدة بقى كده اول مهرب مسكناه الحمد لله من غير ما نعرف اصلا تفاصيل المهربين ماشي نركز بقى في العربية كده في حاجة هنا في الفرف مفيش حاجة في حاجة في الكواتشات تبجوها العربية طيب هنا ايه ده الراجل ده مش مهرب حاجة في العربية هو كان فاكر ان هو يعدي بالبضاعة بس قول ايه سواني كده ساعات بيهربوا هنا في المكان ده برضو وفي حاجة تانية برضو عايزين نفضي الشنطة اللي معانا الشنطة اللي معانا مليانة على الآخر يعني فاحنا نفضي كل الحاجات دي كده كده مش محتاجينها معانا ونقل دي هنا خلونا دلوقتي نروح نفتش بقية العربية ونطلع لحاجات اللي الراجل ده مهربها ساعات بيهربوا ما بين الكراسي هنا كمان يعني والله انا لحد دلوقتي مش شاف حاجة في العربية الصراحة انا مش عايز حاجة تفوتني عشان نكسب المتين دولار مقفولين طيب هنا في المطار المطار ما فيوش حاجة على فكرة خالص ساعات بيهربوا في البطاريات مفيش اي حاجة خالص تاب الرفرف اللي هنا مفيش تاب الكويتش مفيش برضو تاب الاكسدام اكسدام مفيوش حاجة معقولة اكسدام مفيوش حاجة خلونا كده نبص على الكويتش الكويتش ده فيه قتلي بقى السكينة بتاعتنا وبعد كده نكسر الكويتش ده ضربتين بس كفية عشان ما نكسرش العربية قتلي بقى الحاجات دي كده مفيش حاجة في الرفرف ده بس كده هي دي الحاجة الوحيدة اللي في العربية بس مفيش اي حاجة تانية اتوقع مفيش اي حاجة هنا خلاص يا جدعان بص كده على الشكار دي مفيش اي حاجة في الشكاية بقى اللي كانت في الكويتش بس ودي مفيش اي حاجة تاني خلاص كده ربنا اصطر ان شاء الله يكون تفتشنا صح عشان ما نضيعش اليوم خلونا نشيل بقى وننضف منطقة التفتيش كسبنا مية وستين كان في حاجة نقصة كمان في المطور ازاي انا مش هيك على المطور اكتر من مرة المعلم كان مخبف المطور كمان طيب خسرنا اربعين دولار مش مهم نركز في اللي بعده معنا كام واحد قال له في واحد جاية هوت وفي واحد جاي هناك طيب خش باشا بعد اذنك على معلم لا انزلي انزلي بعد اذنك انا محبش الطريقة دي انزل 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 بقى عليك مهرب شكلك كده طيب نفتح المكان ده نشكده على العربية بسرعة ونشوف ازا كان في حاجة مكسورة في عندنا كشف ناقص بس ما بتسجلش الكشف ده مش هنسجله نراجع كده رقم العربية بسرعة الرخصة فيها حاجة غلط يعني الرجل ده اصلا مش هيخش طيب الميزان نشوف الحاجات البسيطة دي ممكن توقعنا ماشي الميزان اربعة تلاف متين وعشرين اربعة تلاف مئة وتسعين الميزان كمان غلط مفيش حاجة في الكوتش هنا مفيش حاجة برضو هنا في الكوتش مع ابضع الرجل ده مع ابضع شكله كده بين عليه مهرق ننزل كل الحاجات ديت ونبص عليها ونشاك عليها واحدة واحدة ونشوف ازا كان فيها حاجة ولا لأ تلاجة دي مفيش حاجة نسجل كل البضاع اللي موجودة طب وهنا وهنا الاعداد ديت مفيش حاجة من جوه مفيش حاجة طب وشكل الاسمنت مفيش اي حاجة طب وشكل الاسمنت دي برضو مفيش اي حاجة الغسلة ماشي وهنا الغسلة ديت برضو مفيش اي حاجة كده سجلنا كل البضاع اللي مع الراجل ده والغاية دلوقتي مش لقين معا اي حاجة فخلونا دلوقتي نرجع كل حاجته في العربية ونشاك تاني على العربية ممكن يكون مهرب فيها حاجة كده ولا كده بس مش باينة طيب الكاوتشات سليمة طب الازاز الازاز سليم ولا لأ المراية المراية سليمة ماشي طب الكابينة بقى من جوه بص عليها في حاجة في المطور مفيش حاجة هنا طيب في حاجة هنا في الكراسي اتوقع مفيش اي حاجة مفيش شمسات مفيش شمسات الراجل ده شكله مش مهرب بس هو مش هيخش اهم حاجة ما يكونش في حاجة بايزة في العربية وانا مسجلتاش يعني دي اللي دايما بتوقعني الاشارات كلها سليمة بقول لي بسرعة ممكن تسيبني لا يا باش بسرعة مين احنا ما عندناش حد هنا بيعدي بسرعة ممكن تقف اليوم كله نرجع برضو اسمه الحاجات دي اسمه حكيم مالوف اسمه حكيم مالوف اسمه في تصريح الدخول آآ سليم من حتى اسمها البركة هو كده كده مش داخل اصلا تمام لان تصريح الدخول مكتوب فيه انه هو داخل التجارة والمفروض يكون مكتوب فيه داخل اللجوء تمام اسمه في الرخصة كمان مش مزبوط يعني الاسم مش مزبوط هنا حكيم هو اسمه اصلا حكيم قائمة البضاعة كلها سليمة هنا واحد ومعه اتنين كمان قائمة البضاعة مش مزبوطة وش مزبوط طيب تاريخ الباسبور عشرة خمسة الف وتسعمائة وتمانين انت ساعة خمسة الف وتسعمائة وتمانين التاريخ كله مزبوط الختم معانا سليم هو نفس الختم اللي معانا في الدفاتر يعني اتوقع كفاة افتيش للراجل ده احنا كده طلعنا اخطاء بسم الله ما شاء الله كتير جدا عن الراجل ده مش يا باشا للاسف انت مش هتخش افضل اخد ورقك ولف ورجع تاني هتلل بعدك ايه ده انت مستقرب ان انت مش هتخش ولا ايه وانت مش شفتش الاخطاء الكتير اللي عندك معانا كم واحد معانا كمان واحد هنا انا عايز انام بقى نفس انام والله العظيم هي الساعة كم دلوقتي الساعة عشرة وخمسة تعالى نزل لي كده باشا الراجل ده معا تلاجة واحدة بس ما ننقدرش نفتحها من هنا ما نقدرش لازم ننزلها كسبنا متين دولار والله مفيش ولا غلطة عندي في التفتيش طيب الراجل ده معا تلاجة واحدة بس رجع حالو تاني راجل غالبان بس الفكرة هنا هل مهرب ولا لأ مش هنقول عليه غالبان وخلاص ما ممكن ما يكونش غالبان ومهرب في العربية الصغيرة دي تعالها معا اللي مطلع علي برا شكلك مهرب بين عليك واحدة تكون مهرب حاجة هنا ولا هنا نبص هنا كده بسرعة ونشوف ازا كان مهرب ولا لأ تعالوا النزل دي تاني ممكن يكون مهرب في المنطقة دي طالما انا بخش فيها يعني الكابنة بتاعة العربية من هنا مفاش اي مشكلة يعني نبص كده في الكوتشات في السريع الراجل ده منين ما خدش ورقة صح على هاتلي ورقة كده باشا بعد ازنك الكوتش هنا سليم والكوتش هنا سليم وعندنا رقم العربية تمام طيب اه المرايات كلها سليمة في عنده مرايتين وازاز متكسر على فكرة الازاز اللي قدام ده مكسورة والمرايتين مش موجودين المفروض العربية دي اتفاها مرايتين يعني فخلونا نسجل الموضوع ده اه اتنين ماشي بس يا ترى بقى دلوقتي الرجل ده مهرب ولا لأ وعندنا كمان اشارة هنا مكسورة اه اتوقع كده خلاص يا جدعان نشيكنا على عربية كويس جدا الاكسدوم موجود والاكسدوم الامامي موجود موجود تمام الراجل ده مش مهرب تعالى كده باشا بعد ازنك رجع له التلاجة بتاعته تاني سرعة ماشي بس الفكرة بقى دلوقتي ورقة مظبوط ولا لأ ده اللي احنا هنشوف تعالى كده بقى معلم بنشوف ورقك اهم حاجة السحنة السحنة تمام اه الوزن الف سبعمية خمسة وعشرين وبتشيل لحد الف خمسمائة وتمانين كيلو الراجل ده مش يخش كل مرة بطلقبط في الحتة دي هل الميزان تبع الرخصة يعني هو المفروض مكتوب هنا تبع الرخصة خصم مني ستمائة وخمسين دولار راتب موظفيين وانا لسه مرتحتش اصلا طيب القوة شغالة لسه مش شغالة اسمه ايه طيب ازيد فضل ماشي اسمه مظبوط تمانية سبعة الف سمائة وتمانين مظبوط الراجل ده داخل اصلا للجوء ممكن يخش يا جدعان الرجل ده على فكرة بس الوزن مش مظبوط يعني مش يخش طيب للاسف يا باشا انت مش هتخش وربنا اسطر وما اخسرش بسببك متين دولار عايزين نخلص بقى عشان نروح لنام فاضل معنا واحد بس ساعة كام ساعة واحدة وخمسة عايز انام نفس انام والله انام جوة اللعبة يعني طيب هنسجله ان هو مش مصرح بيه للدخول ونشوف هل الموضوع ده صحة ولا لأ للأسف انت يعني المفروض ورقة كله سليم بس ميزانة العربية عايزة زبط متهيالة العربية دي فيها حاجة يعني كنا اسطر ما يكونش فيها اي حاجة ممنوعات ولا حاجة ربنا اسطر اشك عليها تاني بسرعة وهو ماشي هاتلي اللي بعده وده اخر واحد معنا النهاردة ان شاء الله كسبنا مية وستين علمت غلط هنا يعني معنا كده الميزان يرجع اللي داخل من النقطة بس الفكرة ما ينفعش اعلم على ان هو مش مصرح بيه للدخول تمام كده اهم حاجة بقى ما نسهاش زي المرة اللي فاتت لان المرة اللي فاتت نسيتها مع ان تفتيشوا كله صح زي ما انتم شايفين يعني طيب هاتلي اخر واحد على كده معلم ايه ده احنا هنختم اليوم بمهرب ولا ايه تعالى معلم تعالى تعالى اللي بتتكلم انت تعالى انت شايفني واقف يبقى تطلع من العربية على طول بس انت بش هتعدى بش شكلك بين عليك هاتلي ورقك تعالوا كده الراجع الورق بسرعة الاول يا كده عني باسبور شكله مختلف خالص وداخل للسياحة والراجل ده اصلا مش من البركة خالص يعني نشوف الميزان الف وربعمية ماكس الفين وثلاثين مظبوط طيب السحنة السحنة مظبوطة طيب القوة دي ما اشتغلتش اخسارة هي دي اللي ضيعت لوقت جامع طيب نشغل بقى كشفاتنا ونشوف حالنا كده بسم الله الرحمن الرحيم هاو تعالى تعالى حبيبي تعالى يلا حبيبي يلا جنب اخوك عالسجن يلا باش حسمين اللي وقف عالسجن ايه عم اسماعيل اتضل عم اسماعيل منور باش افتلك اتنين هم تخلي بالك منهم بيقول ان انت تكون مهرب دي فكرة وحشة قوي يعني وانت عشان جيت النقطة اللي انا واقف فيها بس فلو اي نقطة تانية كنت هتعدي عادي لكن هنا لا باش فيش حد هنا بيعادي طيب ده اخر واحد معنا وان شاء الله هننام على طول بس الاول خلونا كده نشوف العربية فيها ايه تاني في حاجة هنا ايه 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 بقى بيهربوا في اماكن غريبة بقى بيقولوا البعض على فكرة بيبلغوا بعض ما فيش اي حاجة في الشكير بتاعت الامحي دي طيب وما احنا كده طلعنا كل ده الحاجات اللي موجودة في العربية معقولة ما اعتقدش لسه اكيد فيها في حاجة في الكويتش ما فيش حاجة في الكويتش اه في هتل السكينة بعد ازناك كده ضربتين بس كفاية كفاية مال كفاية عشان ما تخربقش للراجل العربية يعني يدخل السجن ويطلع يلاقي عربته كمان خربانة مش نقصة يعني ماشي الرفرف ده مش موجود المفروض ان هو كان مهرب فيه بس عارف ان انا واقف في النقطة فخلع وشال الحاجات اللي موجودة فيه بس طلع في الاخر غابي برضو ان هو هرب برضو في العربية كان في اكسدام ناقص هنا كمان هو والكشفات بايزة والدنيا كانت بايزة في العربية دي اتوقع كده خلاص يا جدعان طلعنا كل الحاجات الموجودة في العربية وبس مهرب حاجات بسيطة جدا يعني لو تلاحظوا ان المهربين بدأوا يهربوا يعني حاجات قليلة جدا عن الاول طول ما نوعي فينا باشا ما فيش حد هيعدي باي حاجة اصلا كده خلاص انا عمال افتح وليف حوالين العربية خمسمائة الف مرة بس انا خايف بصراحة يعني طيب تعالى باشا نضاف لي كده الحاجة دي كسبنا امتين دولار كويس والله طلعنا كل الحاجات اللي موجودة في العربية اه بقى معنا الف وتمينمائة وثلاثين وثلاثين صاني بقى كده يا جدعان اروح هنم ماشي معلش يعني فقالي يومين ما نمتش تقريبا وبعدين القوة اللي نقصة من عندي دي بتخلينا طول قوي في التفتيش الحمد لله الى حد ما تفتيشنا كله يعني كويس بصراحة طيب دلوقتي يا جدعان عايزين نكسروا الحاجات ديت لان في حاجة اسمها يجي بيه اللي هي الملفات السرية بتبقى موجودة في اماكن هنا المفروض ان انا بلاقي ملفات السرية ديت باخد عليا ميت دولار ممكن نلاقي هنا ملفات سرية تاني ما استكشفتش انا المكان ده من ساعة ما بدأت خلص القوضة دي ما بتفتحش ما فيش هنا ملفات سرية ما فيش طبو هنا قسرت الازاز بس كنا بتاعتي قسرت بزت بما اقدرش اخش طيب انا قسرت الازاز اهو يعني معنا كده ممكن اخش لابساني كده اجد عن نكسر دي اتوقع اللي كان شغال قابلي هنا في النقطة وتقبض عليه كان مخبيها يعني للسبب ما دي بقى اللي احنا كل مرة بنقول هنكسرها وبنكسرهاش الراجل بيقعد يعد فيها بقى له يجيب بتاع خمسين حلقة معرفش بيعمل ايه هنا لما بيقف في المكان ده على فاكرة ما بتتكسرش يا جدعان ايه معلم انت سايب المكان بتاعك وقف هنا ليه ايه التسيب ده متطمين او يا خوي ممكن يحصل هجوم حالا دلوقتي على المقطة دي الخرابة بتاعتي اللي انا بنام فيها طب وهنا سواني كده اجد عن ده ما بتفتحشي ما بتفتحشي طب ورا هنا كده ما فيش اي حاجة طب سواني كده نطلع هنا مسلا هيرجعني اه تمام بيقول لي يرجع للشغل بتاعك ما تلعبش من نفسها قائد بشوف بس المكان اللي انا موجود فيه ده وبستكشفه يعني ده ما بيصدق خطوتين برا المقطة بتاعتي يقول لي تعالى ارجع شوف شغلة ايه ما اخد نفسي شوية يا طيب اجد عن ما فيش اي ملفات سرية ولا في اي حاجة هنا على فكرة طب في اي حاجة هنا وده اي اصلا مش عارف الراجل اللي على البرج موجود موجود حد بيبعت لك اكل اصلا فوق انت عايش ازاي فوق بيخلي بالك بس بالله عليك طيب خلونا كده نستلم احنا قبضنا على كام قبضنا على اتنين كويس مش عايزين نملة السجن على الاخر هو السجن عندنا بيشيل كم واحد احنا كنا طورناه بيشيل تمانية بينه بيشيل تمانية صح? الميزان الف سبعمائة وستين تعالى معلم كده مقابله بالسلاح كده على طول تعالى ما تخافش ما تخافش ما تخافش بصي فيه عصابة كده بمدور عليها يعني ما تخافش ايه واحد خاف طيب انا خدت ورقه مع بضع خلونا كده ننزل البضاعة على طول ايوه تعالى كده معلم شكلك كده باين عليك مهرب من الايار التقيل نسجل كده الكلام ده احنا كده للأسف هنطلب في لاد عشان معايش معايز الكاكين اكسر باك كويتشات يعني البضاعة بتاعتم ما فاش اي حاجة نبص باعة العربية ونشوف ازا كان الراجل ده مهرب فيها ولا لأ مفروض نتسيب البضاعة دي على الارض عشان افتشها بسرعة ازا كان مهرب حاجة تحتها ولا لأ ممكن يكون مهرب في الكراسي مسلا في السقف في التابلو طب هنا ما بين الكراسي طب انت مهرب فين قولي في الرفارف ساعات بيهربوا في الرفارف برضو الكويتشات طيب نرجع كده الرخصة بسرعة اه اس اي حاجة هنا طيب انا مش شاف اي حاجة هنا على فكرة لأ كفاية كده انا اتوقع ان هو مش مهرب خلاص كده يعني طيب تعالوا كده بقى نبص على ورقه المفروض ان القوة دلوقتي اشتغلت عشان نمت وفوقتي يعني طيب اسمه تامر وهيب ده اسم عربي برضو رقم الباسبور المفروض ان هو داخل للجوء وهو من حت اسمها البركة نركز بقى عشان هو المفروض ممكن يخش وشه مظبوط الباسبورة توقع مظبوط برضو نفوش اي مشكلة الوزن الف سبعمائة وستين الوزن مش هدخلو تخيلو الف سبعمائة وستين واخر وزن العربية تشيلو الف وخمسمائة وعشرين فخلونا نرفضه خلاص للأسف يا باشا انت مش هتخش والراجل راح فين برضو واقف نفس الوقفة دي مش عارف بيعمليه هنا تعالى معلم انت واقف انها بتعمل ايه نفس اعرف الله مواروش شغلنا يغلل المكان ده عمالي عد ده بيستعبط على معلم للأسف انت مش هتخش انت مصص فين بقى اصبوط لوزن العربية وبقى تعالي لي تاني يلا معلم يلا اتقل على الله هتلي اللي بعده كده هتكتك ده انا بقلق منه عندنا الازاز مكسور هتلي كده ورائك ايه ده انت ببص فين يا معلم انا واقف جنبك هنا هو كسبنا امتين دولار حلو اه اول حاجة الازاز مكسور المعلم ده مش شايفني واقف على معلم بيستعبط شكله مهرق جايب لي فرخ وفي ازاز كمان مكسور هنا الازاز ده ماشي هتلي كده البضاعة دي كلها الاول الله مهرب تعالي 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 حبيبي بيبان عليهم والله العظيم هو شكله اصلا مهرب حلقة مهرب صباح الفلة عم اسماعيل منور والله بص بقى في العربية ونفتش حتة حتة عشان الرجل ده بالصراع النبي كده مهرب اه عندنا هنا حاجة في المطور شكلنا كده هنحتاج عم فلاد نمعه فلوس كل دي فلوس يا معلم خلونا نبص هنا برضو كده ساعات بيبقى حطين فلوس هنا ما بين الكراسي اه البتاع دي عايزة تتقطع ماشي تقطعها ايه ده امعلم كل فلوس دي امعلم تدخل فرح جوه اتنقط ولا ايه في ايه في السقف الا لا 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 اول مرة برضو حد يهرب في السقف او اول مرة شوف حد مهرب في السقف معادش معاه مكان ازاي يعني انا الحقت احنا مسكنا اتنين بس في عربية كبيرة دخلت هنا اقول لكم اجدعان ايه رأيكم نطلب العربية بتاعت السجن تيجي تاخد المساجين دي فيه مهم عندي طيب احنا عندنا مهمة خطيرة جدا في منطقة اللي هي اللي احنا كنا رحناها في مرة او في حلقة من الحلقات اللي هي من منطقة القسار القديمة في عصابة مخبية مخدرات وحاجات هناك في المنطقة دي وانا هحتاج المجرافة اللي في الصورة ديت عشان خاطر هروح اطلع الحاجات ديت وبيقول لي خلي بالك عشان عصابة موجودة هناك في المنطقة المفروض ان الموضوع ده انا هكسب منه الف وربعمية دولار فخلونا نقبل المهمة دي ونروح نحفر في المكان ده ونطلع الحاجات اللي موجودة فيه هناك طيب هنقبلها بس الأول نطلع الحاجات اللي موجودة في العربية دي بسرعة ماشي فيه حاجة في الكورسي أنا ما كنتش أخط بالي منها نفضينا أصلا الشنطة معايا بسرعة بقى نطلع كل الحاجات اللي موجودة معنا دلوقتي أربع دقائق وتمين واربعين سنة وفيه حاجة هنا برضه سواني في الرفرف ده ده العربية مليانة العربية مليانة يا جدعان والله ايه ده سواني فيه حاجة في الكورسيات طيب بس كنا هتخرب دلوقتي يا رب ما نلاقي حاجة تاني كفاية كده كفاية يا معلم انت كنت هتخش بالفلوس دي كلها ازاي في ايه هتعدي ازاي انت قال لا كانت عايزة ضربة كمان سواني سواني ايوة الحمد لله ايه فلوس هنا برضو هيا ده العربية كانت مليانة طب البضاعة اللي معايا مليانة بتوقع شفناها ما فيهاش حاجة سواني كده اهلا دي كمان فيها اوه ضربة واحدة بس على فكرة وهنا كمان ايه ده طب وبعدين انا عايز اكسر دي حالة وكسرها كويس ايه ده يا جدعان ده يا جدعان ده العربية دي مليانة والله لاحظين متروسة اول مرة يجي اللي العربية فيها الكمية دي حاجة غريبة جدا طيب تلات دقايق وعشرين ثانية ام اتوقع كده خلاص يا جدعان طلعنا كل الحاجات الموجودة هنا طيب خلونا كده نبص على البضاعة بسرعة ما فيش حاجة خلاص ولسه هيكون فيه حاجة هنا تاني في البضاعة شيل يا معلم كفاية 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 يا عمد انا مش اخلص كده ده العربية مليئة والله الحمد لله كسبنا امتين دولار من التفتيشة دي طلعنا كل الحاجات الموجودة في العربية وخلونا دلوقتي الاول نخش المغزن عندنا نشوف ازا كان المجرافة دي موجودة فيه ولا لأ طيب عايزين نزبط اسلحتنا عشان احتمال كبير قوي ننقبل حاجة واحنا مشين طيب نحط الحاجات دي كلها هنا كده كده مش احتاجها معايا تمام وعندنا ايه تاني هاتل الشوكة دي اتوقع كده خلاص يا جدعان معنا المجرافة سليمة قدامنا دقيقتين وتلاتين ثانية عشان نوصل للهدف على يا باشا صلح لبصة العربية عشان نستي صلحها بس انجز انجز بالله عليك يالله بسم الله الرحمن الرحيم توكننا على الله دور يا معلم دور يا معلم شغل السرينة بسرعة دقيقتين يا جدعان ونوصل هناك منطقة الريونز ان شاء الله مش هيابلني حاجة هناك بسرعة بقى وكده كده هحذرني وقال لي ان في عصابات موجودة هناك فممكن تدخل معهم في مشكلة يعني قربنا يا جدعان ان شاء الله قربنا احنا معدين على الفلاده واتوقع ان انا لفيت لفة كبيرة صح? ان شاء الله انا وصل بازن يا ابني بعد عني يا ابني ايه? هتدخل في العربات كسرها انا وصلت على فكرة يا جدعان لا ارجع 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 يا معلم العربات هتبوز فيه حد بيدرب على فكرة هنا سواني سواني ارجع معلش لازم ادخل بالسرينة دي كده عرفت الناس ان انا داخل تعال تعال حبيبي انت فين بقى? تعالوا تعالوا ادي واحد تعالوا معلم ما تستخباش بس بالله علي فيه واحد هناك هو انا بندرب من اتجاه مش عارف فين الصراح فين الناس طيب ايوا ايوا واحد بهيه دهوت ايوا وقعته ايه ده تلاتة بس في حد تاني هنا ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم ده تلاتة بس اللي موجودين هنا منطقة القصور القديمة ايوا انا جيت المنطقة دي قبل كده انا فاكر مش عارف كنا بنحل فيها اشكال برضو هنا في حد تاني موجود هنا ولا لا طيب دلوقتي عايزين نطلع بقى القصور اللي موجودة في المنطقة اكيد هنشغل الكشف اللي معنا نخلي برضو معنا السلاح عشان ممكن يقابلنا اي حد موجود هنا طفن الجسس اللي انا قتلتها عايزين الزخيرة اللي معاهم والحاجات اللي معاهم غريب يعني يا ترام خبين الحاجات دي فين هنا اه تمام ممكن تكون هنا اه تمام اه موجودة هنا هيت تعال ايه ده انت ظهرت من اين انت تعال يا حبيبي في حد ورا هنا على فكرة سواء بيعمر بس سواء فين يا ابني ايوا في حد بيدرب برضو هنا ايوا وقع خلاص السلاح ده خلص طيب في حد تاني هاه في حد تاني ماش نفتح السندود اووووووووووووووووو чет اسلحة طيب خلونا كده نبص على بيت المنطقة. نظهر كده ان هم كانوا بيخططوا لحاجة كبيرة هنا. او لتحريبة كبيرة يعني. طيب في حاجة هنا برضو. ده في مجرافة هنا اصلا يعني. طيب. خلونا كده ندور. مجرد ما بدور فيها بالنسبة تظهر. تعالى معلم كده. ايه حد هنا تاني. اهو. هلا حبيب تعالى انت وهو. وقف تضرب وقلبك جامد كده يعني. ايه? مش خايف ولا ايه? تعالى معلم وريني معك ايه? برضو معك البتاع دي. سبعمية دولار. نفس عرب بتتبع فين البتاع دي. والله العظيم نفسي. هاختني والله ده انا معي شوية حلوين منها. طيب الراجل التاني اللي مات ده راح فيني يعني مش فاهم اختفى. غريبة. طيب اتوقع ان ما فيش حاجة هنا برضو يا جدعان. سواني. ما فيش حاجة هنا. كده خلاص ما فيش حاجة في المنطقة دي. طيب ندور بقى الحفر. اللي زي دي بالزبط. في كل المنطقة اللي موجودة. يا مساهل الحال يا رب انلاقيها بس. قادر اطلع من هنا تخيله. سواني كه? بص بصة. اه في هنا هي. هي جنبي اصلا. ندور هنا اه في. تعالى. حسوا بي على طول اننا موجود. مش عاف انتم تظهروا منين بالله. لا استنى استنى اتعتلي بس اللي جنبي ده عشان هموت. اه لا 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 لا. في حد بيضرب علي والله مش عارف فين. مش عارف فين. مش عارف فين. عمر كده عمر. الناس معديها عادي ما فيش حد هيجي ينقزني طيب. سيبين اطلع 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 دي لو واحدي. اه. تعالى حبيبي تعالى. وانت بتموتش ليه في ايه? كده اتوقع خلصنا على الناس اللي هنا. افتح لي السندودة بعد اذنك. نفتح بقى السندودة اكيد مغربين في اسلحة. هاتلي كده الاسلحة دي ماشي. كده فضل لنا سندوق واحد بس في المنطقة دي كلها. ان شاء الله. نلاقي ايوة هنا. اكيد هنا. تعالى. انا عارف ان في حد هيسمعني. عارف. انت بتطلع من اين بقى? انتو بتطلعوا من اين? هو كل سندوق عليه حراسه. تعالى معالى. ماشي. فيه واحد هناك اهوت. تمام? كده اتوقع خلصنا بقى الناس اللي موجودة في المنطقة يعني. لا 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 لا. ما تتغشمش ما تتغشمش. انا غشيم على فكرة. تعالى حبيبي. ايه ده لسه ممتش? وانت مصفح ولا ايه? هو المعلن ده لابس درع. لا مش لابست لدرع على خوزة. المال فيهم بيبوتش بسرعة ليه? طيب في حد تاني مات هنا. سواني كده? هنا الناس اللي انا موتها دلوقتي. عايز اخد منهم الازازة دي. يمكن نلاقي لها حد يشتريها ولا حاجة. طيب قبل ما نلوت الناس اللي احنا موتناها. خلونا الاول نفتح الصندودة عشان ما نساش مكانه. لسه ما تفتحشي. لسه ما تفتحشي. بقعت للمجرفة. بقعت لبقى الحاجات اللي فيه. كده خلاص خلصنا الحمد الله مهمتنا. خدنا الف واربعمائة دولار. قدامي اربعة او خمس دقايق عشان ارجع للنقطة بتاعتي. فين الناس اللي ما قدتها? اختفت. توقع تكونوا اختفت يعني. مش لازم بقى كده 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 مش معهم زخيره يعني. طيب خلونا كده نرجع على طول النقطة بتاعتنا. اكيد هيقابلنا عصابات في الطريق. ممكن نبقى ننزل نتعامل معهم سبعين دولار كده في السكة واحنا مشيين يعني. اه في عصابات اه. قسرول العربية. صاني كده كده عن. وانا مش كل مرة بقى. مش كل مرة سيبكوا تعدوا كده يعني. مش هينفع يعني. وانت وفين فين يا معلم انت وهو. انت فاكريني. مش عارف اجيبكو يعني. تعالى معلم. لحسن اموت يا خرابي. بس كده خلاص سبعين دولار. بس معنا تلات دقيق ونرجع للنقطة بتاعتنا بسرعة. مفكريني مش هنزل لهم المعلمين. طيب اجد عن الحمد لله واخيرا وصلنا للنقطة بتاعتنا بالسلام. بتفضل عم ابراهيم هنسمي عم ابراهيم. بس يا رب ما انسى اسميهم يعني. انا جاي سميهم في الاخر خلاص يعني. طيب ماشي. يلا باشا. قفل العربية بعد اذنك. وانا بضغر العربية تانية لقفل السرينة بس الازعاج دي. خد عم ابراهيم صلح العربية دي مش مهم مش خسارة. ايوة صلحها كده بالله عليك. دلوقتي خلونا نكمل بقى التفتيش معنا كم عربية هنا مستنية. بقى كل حاجة زي الفل قائد. قاتل كده العربية اللي بعد كده معنا عربيتين. تلات عربيات يا الله. طيب اول حاجة نوزن العربية. تعالى كده معلم نزلي كده البضاعة عشان معلم ده ما يتحركش. وانشغل الكشف بسرعة بقى جدعان معنا تلات عربيات هنخلصهم النهاردة ان شاء الله. بسرعة جدا تعالى نزلي بس كده بلعليك. اول حاجة الرفرف مش موجودة. هتلبس ورقة كده ما تقعدش تحرك كده ولا علي. هم حاجة السحنة السحنة مزبوطة. الرفرف مش موجودة. اللي هي اه ماشي. اه الاتنين. الرفرفين. طب هنسجل واحد ولا اتنين. وعندنا الكشف اللي قدام ده بايز. ماشي المرايات مزبوطة. طب الازاز مزبوط. طب انت مهرب بقى اصلا. والله هجدعان انا شايف الراجل ده محترم باين عليه يعني. بس الرفرفين مش موجودين. يعني تقريبا كده هنحط اتنين. ماشي نبص كده في الكابينة بسرعة. الراجل ده شكله بين عليه مش مهرب. الراجل ده منين بقى من البركة برضه. يسمى البراخ. انا ترجمتها كده يعني. بس اه انا بقول عليها البركة عموما يعني. طيب الكوتشات الكوتشات سليمة الكوتشات سليمة هنا. رقم العربية مزبوط. عندنا هنا كمان الاشارة اللي هنا مكسورة. في حاجة بقى انت بخبيها طيب في الكوتشات. بيبانش عليكم انتم من اول مرة. كده اتوقع الراجل ده مش مهرب. ان شاء الله يعني. طيب نسجل كل الحاجات دي. دلوقتي خلونا نشايك على وراءه بسرعة. اسمه فرح اميري. ايه ده? ومش الراجل ده عدنا المرة اللي فاتت? ولا ما عداش? اتوقع ما عداش. طيب الراجل ده داخل للجوء اصلا. هو من البركة. وداخل للجوء. خمستاشر ستة الف تسمائها التمانين. خمستاشر ستة الف تسمائها التمانين. اه ستة عشرين خمسة الف تسمائها التمانين. تمام? آم اسمه في الرخصة مزبوط اسمه في قائمة البضاعة مش مزبوط الراجل ده مش هيخش تخيلوا? بعد كل ده مش هيخش. للأسف. وزن العربية خلت تلاف سبعمائة وخمسين بتشيل لحدة اربعة تلاف متين واربعين. ماشي وزن العربية مزبوط. طيب بقى للأسف يا باشا انت مش هتخش بسبب بسيط جدا ان اسمك في قائمة البضاعة مش تمام. يعني فازورني بقى معلش. نسيت هشيك على رقم الباسبور تخيلوا? نسيت. ماشي هاتلي بعده. تعال معلم كده. فضل كان فضل اتنين. العربية دي شكلها من هنا بضعها. اول مرة شوفها عربية باللون ده. واول مرة شوفها عربية بتبقى بالشكل ده. معلم انت دخل هجم كده ليه على الراجل? انت في حاجة? شكلك بين عليك كده بتفكر تكسر النقطة. ثواني. وقف هنا معلم وقف هنا. وقف هنا تعالي تعالي. انزل انزل يا حبيبي. اه كسبنا مية وستين. انزل انزل كده. عايزين نعرف ايه السبب. في حاجة. بروكين ويندو. بسينا نسجلها. والباسبور نمبر غلط. اخدتش بالي منه برضو. ماشي ماشي مش مهم مش مهم عادي. المهم ان احنا كسبنا مخسر نوعاش. على معلم كده نزل بقى كل البضاعة دي. ثاني كده نشوف بقى البضاعة دي كلها. فيها حاجة ولا لأ الراجل ده برضو شكله مش مهرد. بس بقى بيجيبوا حاجات كيميائية وبترولية كتير اللي كده. فيه انت دخلين تولعوا في المدينة جوة. كده اتوقع ما فيش اي حاجة هنا خلونا نرجع له حاجته تاني بسرعة جدا نشوف القصة دي. تانك البنزين مفيش. طب الكويتش مفيش. واحنا معدين بالمرة نشوف رقم العربية. ماشي تمام? آآ المرايات الكشفات كله سليم. الكابينة برضو ما فيش اي حاجة جدعان على فكرة. ممكن يكون مهرف في المطور على حاجة. بقول لي ممكن نمشي. لا يا باشا مش هتمشي دلوقتي اصبر عليها بس شوية. متعمليش نفسك غلبان. اسمك بقى? برايز اسمه كده. تمام رقم الباسبور. والقوة بدأت تخلص. رقم الباسبور. لا اسمك طويل يا معلم. لا انت تستناني شوية. ده معاه بطاقة مش تصريح دخول خالص. مش جديدة شوية دي? لا هي مش جديدة. كان بيقابلن حاجة زي كده. طيب الوزن. خمس تلاف وستين بتشيلي حد ستلاف متين وتهاتين. الراجل ده من اكريستان تلاتين تسعة الف وتسمائها وتمانين عشرة خمسة الف وتسمائها وتمانين. يعني الراجل ده من عندنا اصلا من المدينة. من المدينة اللي انا موجود فيها يعني. بصا قدعان انا عديه وخلاص. وانا منصيبي بقى. هو كده كده ما فيش اي غلط عليه يعني. كله اوراقه وعربيته كلها سليمة. هاتلي اخيرا اخر واحد. تعالى معلم خش. شكل الراجل ده بقى مهرد. تفضل باشي انا ورطانة تفضل. ده اخر واحد بقى عندنا. لا لا ما تهجمش كده بالله علي ايه? متين دولار. ما عندوش اولا غلطة الراجل ده. محترق. الراجل من عندنا يعني. الراجل محترق. على كده. طلع لي كده بس بسرعة. شكلك كده باين عليك مهرد. ده بقت كده على العربية. فيش حاجة هنا. ساعة بيهربوا هنا. فيش حاجة طيب نسجل كده البضاعة دي كلها بسرعة. افتح كده الشنط. ما فيش اي حاجة. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة. الشنطة دي برضو ما فيش اي حاجة. الراجل ده شكل وبين عليه. ابن الناس محترمين. على معلم. شلي كل حاجة بعد اذنك. طيب. آآ خلونا كده نبص بقى العربية. في السريع ونشوف ازا كان فيها حاجة. برضو رجعت البضاعة. ممكن يكون مهرب تحت البضاعة. طيب عنده الكشفات اللي قدام كلها بايزة. الاتنين دولة. رقم العربية سي كي كيو. سي كي كيو. فايف ايت ناين سيفن. فايف ايت ناين سيفن بي اي. رقم العربية سليم. الفين خمسة وستين دي بتشيل لحد الفين وتلاتين. الميزان غلط. مش هتخش. الفين وتلاتين الفين خمسة وستين مش هتخش يا معلم. صرت في الباسبور اسمه ايه? اسمه امان فضل. وتصريح الدخول مكتوب في ان هو داخل للشغل. يعني هو كده اصلا مش هيخش من الاساس. البضاعة كمان. ايه اخطاء تاني عندك يا مال. يشجيني يشجيني. فاضل بس حاجة واحدة ان انت تكون مهرب. ايه اكسدام الخلف مش موجود. ناشي. ايه ايه تاني. في حاجة عندك تاني. طب جوة العربية. انا بس هنا جوة العربية اتوقع. سواني كده. والراجل ده مش مهرب. ان شاء الله. مش مهرب. بشكل مش مهرب. طب يا جدعان. عشان ليوم ما يترش من هنا عرف هنام. الساعة كم دلوقتي? اتناشر اللي تلت. سواني كده ننزل الشنة التاني بسرعة. لانه ممكن يكون مهرب هنا. ايه ده? الشنطة اللي هنا دي معدتهاش. اه في شنطة هنا هي تا جدعان. طيب دي غلطة من عند انا اسف. هنشيل كده كلها مصبوطة. بيقول لي انا هستنى هنا كتير. لا يا معلم. انت كده كده مش هتعدي اصلا خالص يعني. فانت استنى بقى ما تستناش فيش تفرق معي. اه كده اتوقع تمام. فاضل بس الازاز نشاك عليه كده في السريعة. الازاز كله سليم يا جدعان. ما فوش اي حاجة. طيب تعال كده معلم. نفسي اعرف انتوا هنا بتهب به. على معلم. للاسف انت كده مرفوض. فضل باشا اخد ورقك. ولف ورجع تاني. ما تعمل ليش فيها غلبان. جالي قابلك غلبة كتير وطلعوا في الاخر مهربين يعني. ما تستعبتش والنبي. واس ان هي جات لحد كده. لف ورجع تاني يا حبيبي. يلا حبيبي يلا بابا. يلا بابا. هتكسر النقطة ولا ايه. اوعى تتهور. الله العظيم بصها مفوخة. سبنا كام مية وستين. في غلطة. في غلطتين. في اه كويتش نام على الارض. مخدتش بالي منه. وفي مرأة نقصة كمان. ده غلطتين بصوات خالص يعني. ماشي ما علينا. كده خلاص خلصنا يومنا خلونا بقى دلوقتي نروح نريح ننام ولا ثواني كده اجد عنه. المفروض ان انا معي مساجين. ممكن نطلب عربية السجن. عشان نخلص الحاجات اللي معنا اول باول. مش مهم بقى. نطلب عربية السجن. ام اللي هي بخمسمائة دولار. عشان تنقلنا بس المساجين كلها مرة واحدة. طيب العربية وصلت. خلونا ننقل الحاجات دي ده انا معي حاجات بره في العربية كتير قوي. كنا ودينا الحاجات دي بنفسنا احسن. كده كده مش محتاج اننا نقللهم من هنا. انا ممكن روح للعربية على طول. لا ثواني كده ننقفل. اعم اسماعيل. ما تقفل بابو رائع يا عم. في ايه? انت بتفرج عليه ليه طيقية. اللي معلم. اه سبعمائة امانية وخمسين. ونقلنا كل الحاجات اللي احنا وسكناها. يعني كسبنا بتاع الف وربعمائة دولار اللي حاجة. مفروض دلوقتي ان معي حاجات كمان في العربية دي. سواني كده. فيها حاجات. فيها حاجات يا معلم. خد من ها شوية. مفروض كنا روح نودين الحاجات دي بنفسنا احسن صح? بدل خسارة الفلوس دي. انا حطت الحاجات دي مكانها تاني. ممكن نطور البيت بتاعي تطويرها واحدة بس. بقى لي كتير ما طورتش البيت. ونروح ننام. ويبقى كده اليوم بتاعنا النهاردة. خلص. قلنا نطور البيت. بالسريع. قبل ما يجي هجوم على النقطة. البيت بتاعي ما تطورش من زمان. بالف وتلتمائة دولار. آآ وبعد كده في تطورة بالفين. لأ نسيب الفلوس اللي معنا ديت لان ممكن نحتاجها نطور حاجة. او نشتري عربية او حاجة زي كده. الحمد لله طورت رجالتي كلها المرة اللي فاتت. في عربية واحدة بس للغاية دلوقتي ما اشترينهاش. بالف وسبعمية. كنت اشترت بدل مطور البيت. طيب المرة الجاية ان شاء الله. فخلونا نروح لنام. يا رب بس باجي نام يقول لي فيه هجوم وحورات بقى مش ناقصة. طب اجدعان ده البيت بتاعي. مرضو بيت معفن. حس ان ابقى اتفعلهم فلوس والله. ايه ده? واعدين ايه اللباس اللي هنا ده بتاع مين? فهو البيت ده مستعمل قبل كده ولا ايه? نسلمين لي البيت باللباس بتاعه? طيب. خلونا ننام ايه ده? فيه كوباية قهوة وفيه راديو. طب سريع بتاع في ايه ده هجدعان ده? ايه اللي عفانة دي? ايه اللي عفانة دي وانا كده اطورت البيت? نعم يا عم نعم. نفعنا فلوس على الارض كده. طب انا مفروض كده خاصة مبيني بقى المراتب بتاع المظيفين والكصص دي كلها يعني. طب اجدعان هوقف حلقة النهاردة على كده يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. سمعوا عليكم.